وتلعت دي كلمة السر اللي تخلي الولاد يصحوا ويكونوا مبسوطين ما هم هيفطروا دونات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرا هفطر الولاد قبل المدرسة لا مش الولاد بس كمان انا كمان هفطر حاجة في منتها الجمال المتخيلين هنفطر دونات الصبح كده اليوم بقى يبقى كله سعادة قطعة كده من السعادة متخيلين الدونات الجميلة دي صحية من غير دقيق ومن غير منتجات الحليب وصفة سهلة جدا جدا وانا متأكدة اللي هيجرب الوصف دي هيفطر دونات كل يوم يلا على طول نخش على المطبخ ونبدأ بسم الله ونشوف اول مكون معنا هيكون ايه السوداني ما تستغربوش السوداني المحمص من الحاجات الجميلة جدا عملنا بيه كيك فانيليا الوصف اللي ما شافهاش فاته كتير يروح يشوفها لان فعلا فعلا وصفة جميلة جدا التحلية بتاعت الدونات هتكون التمر عندي خمس تمرات او اكتر حطيت عليهم مية مغلية عشان يتركضة وفانيليا ودلوقتي هحط عليهم معلقتين كبار من زيج جوز الهند اي مادة دهنية تنفع في وصفة النهاردة بس زيج جوز الهند عشان يديهم نشاط كده على الصبح طيب تعالوا بها نجيب الخلاط اللي هو هيعمل كل حاجة نحط في الخلاط خمس معلق كبيرة ممسوحة من الكاكاو ويكون نواية كاكاو خام يعني من غير سكر وياريت طبعا نكون بنحب طعمه ونجيبش اي نوع كاكاوه خلاص تعالوا نحط قباية من السوداني المحمص وبالمناسبة ينفع نستعمل اي نوع مكسرات بنحبه سمع حد بيقول انا بحب اللوز ياسلوه اكتر حطه يعني اللي عايز يعمل حتى مكسرات بيكون حلوة عندي نص معلقة صغيرة ممسوحة من البيكن سودا نص معلقة صغيرة ممسوحة من البيكن بوتر اللي اتنين مع بعض ورشة الملح برضو كله على الخلاط وتعالوا نحط كمان تلات بيضات بدرجة حرارة الغرفة دايما بحط بيضة بيضة كده الكيك ده او الدونات كيك ما بياخدش وقت خالص حرفيا انا ممكن اقوم الصبح عمله عادي يعني هحط كمان رمع معلقة صغيرة من الخل طبعا احنا عارفين بيت يبقى نحط مع خل حطينا فانيليا بس بردو نحط خل فاكرين الكباية دي كنا حطين فيها الميا نص كباية ميا مغلية على الخمس تمرات ومعلقتين كبار من زي كواس الهند وحطينا كله في الخلاط ويلا ايه نخلط يعني هو دول الحب دول اللي هيطلعوا معانا يطلعوا كم يطلعوا حوالي سبعة دونات او سبعة تقريبا الواحدة حلوة جدا مش باعة جدا 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 واللزيزة جدا بقى حطوا جنبها عشرة جدا يعني تقريبا بصوا كده احنا خلطنا كويس جدا النهاردة اللازمة بتاعتي جدا الخلاط اهو حتى ايه يعني نحس انه بدلع سخنية من كتر ما انا خلط الخليط بتاع دونات كيك النهاردة هيكون كريمي وعلشان اقدر اوزعه كويس جبت كيس حلواني او كيس مش حلواني اي كيس هنحط فيه خليط الدونات اللي احنا دونات كيك اللي احنا خلطناه في الخلاط اكتبوا لي بقى اكتر نوع مكسرات ممكن انتو تجربوا اللي انتو اه الوصفة بتاعت النهاردة ولا هتجربوه بالسوداني عايز اعرف برضو تحت في التعليقات اه زوقكو عبارة عن ايه اه واستنوا اللي مالوش في المكسرات والسوداني ان شاء الله هعمل لكم وصفة تانية وتالتة الدونات دي تلات كلمة السر يعني اي حاجة على شكل دونات عندي هتبتاكل على طول وبالمناسبة لقيت ناس كتير يعني فيه ناس كتير كتابولي في التعليقات يسألوا اعمل لنا اي حاجة على شكل دونات عشان ولادنا بيحبوا الدونات طيب انا دلوقتي جبت قلب الدونات اللي انا متأكدة ان هو يكون صحي مطبوع عليه ومحفور عليه ان هو ممكن يخش الفان طبعا فيه قلب دونات نوس سيليكون فيه كذا حاجة السيليكون بيكون اسهل حاجة عشان كامال لو عايز اعمل بقى ايه حركة اللي انا حطت في نفس القلب ده الشوكولاتة ورجعتين الكيك هنشوف هنعمل ايه بيكون قلب السيليكون هو احسن ايه نتيجة في الاخر طبعا بتنظيفه صح فنشتري قلب كده يكون غالي شوية ولكن هيش معانا طول العمر ان شاء الله هنوزع اوالب اه في الاوالب كده في الفتحات شايفين الخليط كريم ازاي؟ طيب دول اه ستة الكمية هتعمل سبعة فهروح اشوف كده اي قلب عندي لوحده يعني على فكرة بالمناسبة ينفع اللي احنا نحطه في اوالب الكاب كيك لو ما عندناش ممكن عندنا مجات ممكن نحطه في مجات ما عندناش ممكن عارفين اوالب الكرتون اللي هي بتاعت الكيك بصوا انا بقولوك على افكار عشان مش كل الناس عندها قلب الدونت يعني ممكن بعد ما تطلع كيك هنعمل لها خرم صغير باي حاجة مدورة يعني هنتصرف مش هنقف على الوصفة عشان ما عندناش قلب الدونت لا 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 احنا منخلص على طول طيب انا خلصت هو كل الكمية هروح اشغل الفرن على درجة حرارة 180 تسخن شوية تقعد في الفرن بالزبط عشرين دقيقة بعد عشرين دقيقة يا سلام على الريحة ايه الحلاوة دي هي كده تطلع بقى ايه بالشكل الرائع ده يعني دونت كيك رائع منفوش وهش ولذيذ الواحدة تمسكيها كده خفيفة يعني ايه مش مكتومة بقى لا لا وصفة نكحة وجميلة وبصوا اللي خلط هو اللي عمل كل حاجة بشرط اللي احنا نقعد نخلط فيه لحد ما ايه ما يخلط كل حاجة تكون بشكل كريم بصوا بقى كده دي اللي هيكلت لوحدها فخلونا بقى بعد ما يبرد طبعا نبتدي نطلعه من الاولب ايه الجمال ده ايه شكل ده شكل الدونت ده بس هو ده كده بالنسبة لولادي هو كل حاجة في الحياة بصوا كده ولا لزق معي وزي الفل ولسه لسه مش هحطه في الحوض انا لسه ايه هستعمله تاني طيب لو بالفرد احنا عايزين ناكل الدونت كده من غير ما نعمل طبقة شوكولت شكله زريف وحلو وخفيف والواحدة بتشبع جدا جدا بس انا عشان يعني الولاد بقى ويعني حركات بيحبوا الشوكولاتة فتعلوا يلا مش مشكلة نسيح شوية شوكولاتة طبعا نوعية الشوكولاتة لدارك هي بتكون افية حاجة ليهم فما فيش مشكلة لو احنا سيحنا شوية شوكولاتة دارك كده وحطناهم عليهم طيب هنعمل ازاي بقى يعمل شكل جميل احنا قلنا قالب السلكون هيشتغل معنا تاني تعال بقى كده سيحنا الشوكولاتة في نفس المكان اللي احنا عملنا فيه الكيك دونت كيك تعالوا نحط شوية شوكولاتة من تحت ونحاول كده بس اي نطلع بالاطراف شوية يعني ايه بقى شبخة يعني ولو بالفرض احنا حتى الخمس امرات اللي احنا حطينهم ما كانوش كده مسكرين كفاية زي ما الولاد بيحبوا فالشوكولاتة اكيد هتكون شوية مسكرة بقى يعني ايه هتعالج دايما اللي بقولوا اي كيك صحي عملتو عايزين ولادكو ياكلوا حاسين اللي ولادكو متقبلوش الطعم لسه بدري عليهم ان هم عايزين ياكلوا حاجة مسكرة اكتر يعني احنا برضو كبار نقدر احنا نتحكم ونتعود بسرعة هم برضو ممكن شوية ياكلوا حاجة مسكرة اكتر الشوكولاتة بقى هي اللي بتحل كل الازمة دي حاجة من الاثنين اللي تحطي شوكولات شيبس جوه لادغطيها بالشوكولاتة هيكلوا اي كيك بقى خطوا بقى في الكيك دا اي حاجة هيكلوا هنحطوا بقى في التلاجة علشان ايه الشوكولاتة دي تجمد بعد كده انا استمتع بقى احلى دونات كيك مضغطي بالشوكولاتة اوه المقادير لا لا هنزل بقى بالمقادير الاول وانا بقى بفكوهم كده من القالب نحط المقادير عشان مهم جدا يكون قدامك المقادير وانتي بتعمل الوصف عشان ما تنسيش حاجة تعالوا نرجع تاني بسرعة هنجيب نص كباية من الماء المغلية ونحط فيها خمس تمرات او اكتر بعد كده هنحط عليها معلقتين كبار من زيج جوز الهند او اي مادة دهنية هنجيب سوداني متحمص او اي مكسرات هنجيب خمس معلق كبيرة من الكاكاو الخام نص معلقة صغيرة من بيكينج سودا نص معلقة صغيرة من بيكينج بودر ورشة الملح والبانيليا اللي هي بتكون سيلة بتكون احلى وربع معلقة صغيرة من الخل والتلات بضات وكل حاجة بنحطها فين؟ في الخلاط نخلط كويس جدا وبعدين نحطوهم في اي كيس ونوزع بقى سواء في اولب قب كيك سواء في اي حاجة المهم يعني ان احنا ايه نوزع يعني خلاص كده انا شكلي كده اللي انا ايه قلت كل حاجة النهاردة وبنتي بقى مش تستنى اكتر من كده فانا هسيبكوا بقى جربوا الوصفة وتكتبوا لي تحت تعليقات حلوة علشان انا محب جدا كل تعليقاتكم ومعزرة لو انا ما بردش على حد او متأخر في الرد ولكن برضو يعزلوني برضو طبعا ام وعندي يعني حاجات كتير قوي قوي يعني غراية فمعالش ان شاء الله كده احاول لان ارد عليكم وكلكم اتمنى الوصفات كلها تكون بتاعجبكم شوفكم على خير ومع السلم شكرا شكرا